صمود أهل غزة أمام العدوان الإسرائيلية الغاشم أثار تساؤلات صانعي محتوى ومؤثرين غربيين حول الأسباب الجوهرية وراء الصمود الأسطوري فعبر البعض في مقاطع فيديو عن جهشته من ردود فعل النازحين والمصابين ومن فقدوا أفراد من عائلتهم ومن خرجوا من تحت الركام وجميعهم يحمض الله على مصابه بحث البعض عن أسباب صمود أهل غزة دفعهم ذلك للتعرف على الإسلام بل وحمل آخرين على اعتناقه عن حجم صمود أهل غزة ودوره في مكافحة الإسلام وفوبيا الذي كان سائدا في الغرب نتحدث اليوم مع الباحث في الفكرة الإسلامي الأستاذ ولي رزمان هنا معنا في ديوان بلقيسة أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا في اليوم الثامن والثلاثين للأسف على هذا الصراع الغاشر من قبل الاحتلال كيف هو المشهد الشعبي الغربي وتضامنه مع القضية الفلسطينية؟ ما رأيك فيما تشوف اليوم؟ بداية نترحم بأرواح الشهداء في غزة ونثمن صمودهم أمام هذا العدوان الغاشم وبنسبة التضامن في الشارع الغربي منذ بداية العدوان خرج الناس في مظاهرات حاشدة منددة للعدوان الإسرائيلي رغم التهديدات من الأنظمة الأوروبية للمنظمين والمشاركين فهنا كان في منع للمظاهرات مثل ألمانيا تهديد بسحب جنسيات تهديد بفرط غرامات مالية ورغم كل هذه التهديدات الناس خرجت وأيدت حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وطبعا ما استمرار الحرب ازدادت هذه المظاهرات حتى رأينا بالأمس مليونيات في لندن وفي أمريكا وفي برلين وفي مدريد وبالتالي نستطيع أن نقول أن محاولات توجيه الرأي العام في أوروبا ليكون ساكت أو دائم لإسرائيل فشلة بل بالعكس الرأي العام في أوروبا وأمريكا هو للقضية الفلسطينية طيب أستاذ ولي نتكلم عن الشعوب التي هبت فعلا وحتى ليس العربية اليوم نتكلم عن موقف الغرب كشعوب لكن على النقيد الحكومات اليوم ما موقفها من حول ما يحصل؟ الحكومات في البداية انحازت كاملا لإسرائيل مثل ما يعرف الجميع المستشار الألماني ورئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ثلاثة دول الأساسية في أوروبا زاروا إسرائيل وعادتوا ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تريد بحجة دفاع عن النفس والرئيس الأمريكي كذلك؟ أمريكا هي معروفة الدعم الرئيسي الدعم الرئيسي ولغاية الآن متعنتة في عدم شجب ما تفعله إسرائيل لكن بعد هذه المظاهرات الحاشدة رأينا تراجع لهذه الدول في مواقفهم في البداية فالرئيس الفرنسي بدأ يتحدث عن عدم قتل أو بدأ يشجب أو يستنكر قتل النساء والأطفال وقصف المدنيين رئيس المسؤولة المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية جوزيف بوريل كذلك بدأ يدو إلى الهدنة الإنسانية وتوقف قصف المدنيين واليوم أيضا رئيسة وزيرة الداخلية البريطانية وقيلت أو استقالت على إثر دعمها أقالوها وهي معروفة بمعادات الشعوب الأقلية والمشردين ودعمها الإسرائيل فهذا أعتقد أنه موقف يعتبر كرد فعل لما يحدث اليوم صحيح وبالتالي لا نقلل عن أهمية المظاهرات فبالنهاية هذه القادة تهمهم ما تهم كل الساسة في العالم للأسف وهو الانتخابات والسلطة ففي كثير من هذه الدول في انتخابات وهم يراقبون الشارع فلما يرون أن الناس يفهمون ما يجري في غازة وفي فلسطين فبالتالي هذا سيجبرهم أن يغيروا سياستهم تجاه الأزمة ويمكن هي محاولة لتهدئة الشارع الأوروبي اليوم الذي أصبح متضامن مع القضية الفلسطينية برغم وجود الأصوات التي بالتأكيد تعارض التضامن مع القضية الفلسطينية لكن نشوف حالة من الازدواج الموجودة فيما يحصل مثلا مع ما حصل في روسيا وأوكرانيا شفنا أن الجميع تضامن مع هذا الاعتداء واعتبروا أن ما يحدث في أوكرانيا هو اغتصاب من قبل روسيا لكن هناك ازدواجية برأيك ما هي أسباب هذه الازدواجية فيما يخص القضية الفلسطينية وما حدث في أوكرانيا وروسيا؟ هي ما حصلت لان في غزة وما حصلت في أوكرانيا من سنتين وضعت النظام الغربي والقيمة الغربية في مأزق لأن الإعلام الغربي تغنى بأغنية المحتل والحريات وأن أوكرانيا تقاتل ضد النظام الديكتاتوري وأن بوتين وروسيا محتلة لأوكرانيا أما ما يحصل في غزة لم يتخذوا نفس الموقفا وبالتالي هم عادة في توجيه رأي العام يعني يراهنون على بعد الزمن لتلعب بعقول الناس لكن قرب الزمن لغاية الآن الأحداث جارية في أوكرانيا والرواية الغربية عن أوكرانيا جارية وغزة ضربت هذه الرواية وهذه السردية في الصميم وبالتالي هنا يجب نحن أن نركز أنه لأن الصورة النمطية التي يروجها إسرائيل عن شعب الفلسطيني والشعب العربي أن هؤلاء الناس لا يفهمون من الحقوق والديمقراطية والحريات ونحن الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة النموذج للغرب الآن هذه الزواجية هي فرصة لإظهار أن إسرائيل ليس دولة ديمقراطية وليس دولة حقوق ولا حريات هي كيان محتل وكذلك هي فرصة أن يركز المسلمين والضعيمين للقضية الفلسطينية أن الديمقراطية أو الشورى أو كيف ما نسميها هي أيضا مطلب أساسي لشعوب العربية فلو كان شعوب العربية يحكمها من يختارونهم بالتأكيد لم يكنوا في هذا الموقف المحرج أمام ما يحصل في غزة ونحن نتكلم أستاذ ولي عن الغرب يعني معروف في الغرب الرئيس مالية الدولة الرئيس مالية أنه الإعلام هو من يسير الرأي العام اليوم من وجهة نظرك كيف هو تناول هل هناك تحيز لما يحصل في غزة الإعلام الرسمي الذي يتبع للرأس مالية وكبرى الشركات وهي ممولة ومملكة لها لهذه الشركات هي دعمة إسرائيل بشكل سافر في البداية لكن الآن بدأ يتشقق هذا بدأ تتشقق هذه الوحدة فقبل أيام خرجت 750 صحفي من كبرى الصحف والقنوات ووقعت عريضة تطالب بموضوعية تناول أحداث في غزة وأن الصحف الغربية والقوانات الغربية هي منحازة لإسرائيل بشكل سافر هذا أيضا يدول أن الحراك الشعبي الدائم للقضية الفلسطينية أيضا أتى بنتائجه وبالتالي كل هذا الحراك وكل هذه النتائج الجبية هي بسبب سموت أهل غزة والذكائهم في إرسال رسالتهم إلى العالم أنهم يريدون الحرية والعدالة وليس فقط أنهم ناس يرهابيون خاصة أنه شفنا في البداية قصص ملفقة لقطع رؤوس الأطفال واختصاب الأسرى والذي نكره الأسرى أنفسهم على شكرا وديان هذا يخريني أحب أن أسألك هذا السؤال برغم كل هذه القصص والسرديات الموجودة في الغرب لماذا يخرج المواطن الغربي الغير المسلم ليساند القضية الفلسطينية برغم كل هذه السرديات والأفكار التي زي ما ذكرت أنها تعكس أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق أنا أعود وأكرر كل نتائج إيجابية للقضية هي بسبب سموت أهل غزة فهم الأبطال نحن فقط نعلق ونتحدث وليس لنا أي دور أي واحد إنسان حر لما يرى على بث المباشر كيف تقصف البيوت وكيف تقتل النساء وكيف ترتكب المجازر الجماعية لا يمكن إلا أن يتحركوا لاستنكار ومطالبة بوقف ذلك ولكن أيضا ذكاء الشعب الفلسطيني في تسويق روايته لماذا؟ لأنه كما تفضلت كل هذه القصص الملفقة ظهرت حقيقتها لم تقتل أربعين طفل أو تذبح زي ما ادعى نتنياهو في البداية أن المقاتلين ذبحوا أربعين نساء وأطفال وبايدين يقول أنه شاف الصور ورغم أنه لا توجد أي صور كل هذه الساسة وضعوا في مأزك كبير أخلاقي حتى وزير الدفاع البلغاري لما رجع من اجتماع لوزارات الدفاع للنيتو قال أرون صور الأطفال مذبوحين طيب ما حدا شاف هذه الصور فكل هذه الساسة سقطوا في فخ نتنياهو غدا لما يفشل نتنياهو في هذه الحرب كل هذه القادة سيكون أيضا وصمتار لماذا صدقوا هذا الرجل الذي يورد العالم في مأزك كبير أخلاقي وإنساني إلى آخره طيب أستاذ ولي يمكن الغرب أو الشعوب الأخرى الأجانب بشكل عام كانوا في البداية ضد الفلسطينيين لفكرة نمطية التي أخذت عن المسلمين من تعلق الموضوع بالإرهاب من تعلق الموضوع بالتطرف الذي للأسف غرسته الشعوب الغربية للأشخاص هناك لكن اليوم رأينا بالمقابل كثير من المؤثرين والأشخاص الذين لهم من جنسة ولهم من دياناتنا يتكلموا عن صمود الشعب الفلسطيني من أين يستمدوا هذا الشيء كيف خدمت القضية الفلسطينية اليوم نظرة الغرب للإسلام لأننا نحن نعيش في زمن سيولة القيم كل شيء يباع ويشترى والناس تعودون أنه اليوم موقف ورأي وبيت ووطن كل شيء يباع ويشترى رأوا ناس في هذا الزمن في غزة مستعدين أن يقدموا أنفسهم وأعز الناس بنسبة لهم في دايا للوطن وللقضية فبدأوا يتسألوا ما الذي يدفعهم لكل هذه التضحيات بالتالي الإسلام يكون أقرب شيء كإجابة وبطبيعة الحال في ناس أسلموا وراء ذلك وفي ناس يتعرفون على الإسلام لكن يجب أن نشير أن صمود الشعب الفلسطيني ليس فقط المسلمين منهم المسيحيون كذلك هم المسلمون والمسيحيون الذين يعبرون عن كامل شعب الفلسطيني هم جميعا أظهروا هذا الصمود قصفوا كذلك الاحتلال قصف الكنيسة التي تقود لألاف السمين وبالأمس الكنيسة الارتودوكسية في القدس وصفت ما يحدث في غزة بإبادة جماعية والمسيحيون في العالم نشروا هذا الخبر وأيضا تعاطفوا مع القضية لأنه مثلا بولغاريا أرتودوكس وروسيا أرتودوكس بكثير من الدول الأرتودوكس مع أن القضية ليست أرتودوكس ولا كاتوليك لكن أيضا المكون المسيحي من الشعب الفلسطيني ليس أقل صمودا من المسلمين بالنسبة على الصعيد الغربي نرى أن هناك الشارع منقسم ما بين مؤيد لإسرائيل وأيضا ما بين معارض لإسرائيل حتى شفنا أن خروج اليهود مثلا في نيويورك شفنا أنهم معارضين لما يحدث اليوم في إسرائيل ويرفضوا أن تمثل إسرائيل الديانة اليهودية بشكل عام لماذا يوجد هذا الانقسام؟ على أي أساس هذا الانقسام موجود ما بين أصحاب المشروع بحد ذاته؟ ما هو السبب؟ هناك ناس في الغرب بسبب التضليل الإعلامي اللي يعرفون حقية الشعب الفلسطيني في الأرض ويقتنعوا بالسردية الإسرائيلية الكاذبة وهم بسبب الكسل بسبب عدم الرغبة في البحث يقتنعوا بهذه القضية لكن فيه ناس يعرفون تفاصيل القضية ومع ذلك يقفون مع إسرائيل رغم أحقية الشعب الفلسطيني في القضية وأنا برأي السبب يرجع إلى إذا ضربنا على سبيل المثال سورة كاوبوي الذي احتل أمريكا وأباد السكان الأصليين الذين يرون أن الذين يمتلك القوة له حق أن يحتل الأرض ويعمل ما يستطيع في الأرض فهم يقفون مع إسرائيل رغم كل هذه المجازر الذين يستمعون إلى فطرتهم ويقولون ليس القوة هي وحدها هي مهمة في المعادلة فهؤلاء يكونوا مع القضية الفلسطينية فهلان هي قضية بينة وظاهرة الذين يؤمن بالقوة هو يصطف مع إسرائيل وهذا منطق إخلاقي براغماتي مادة والذين يصطف مع الحقيقة والحق هو يصطف مع القضية الفلسطينية اليوم شفنا رجال دين يهود يقفون في مظاهرات من وسط نيويورك مع القانب الفلسطيني يعني لو نتكلم على استناد الأشخاص الذي ما زالوا يعتقدون أن إسرائيل هي الضحية وليست القلاد هل هناك استناد معين مثلا هل هو الدين مثلا لو نقول أنهم يقولوا أنها هي الأرض الموعودة أو أي أساس هو توظيفهم للدين أسائل الدين اليهودي وهؤلاء اليهود الذين يتظاهرون لدعم الفلسطينيين هم يدركون أن الكيان المحتل هو سيدور باليهود وبالدين اليهودي ونحن كذلك عندنا عند المسلمين قد تكون هناك جماعات تدور بالإسلام وبصورة الإسلام ونحن يجب أن لا نقبلها وبالتالي هنا يجب أن نركز أن هذه الأحداث منذ سابع من أكتوبر لها إنجازات كبيرة لم تحصل من قبل ويجب على جميع الناس وخصوصا المسلمين أن يركزوا على سلمية الخطاب وعدم انجرارها أي دعوات للعنف فهي السلمية لازم تكون سيد الموقف في خارج فلسطين فعلا هذه القضية يعني غيرت شكل العالم اليوم الذي كنا نعرفه عن الغرب صار اليوم مكشوفا لنا بأنها فعلا ازدواجية واضحة في المعايير في التعامل مع القضايا يعني العالمية شكرا لوجودك معنا الباحث الإسلامي رصد ولي للحديث حول هذا الموضوع ونشكركم وأتمنى لكم نجاح في هذا البرنامج شكرا يعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر شكرا